مدبولي يوجه بترحي وثيقة توجهات الاقتصاد بالفترة الرئاسية الجديدة على طاولة المرحلة الثانية للحوار الوطني ويتابع تنفيذ توصيات المرحلة الأولى نيابة عن الرئيس السيسي شكري يترأس اليوم وفد نصر في أعمال قمة حركة عدم الانحياز الخارجية الفلسطينية ترحب بقيامة شيلي والمكسيك بإحالة جرائم إسرائيل للبنائية الدولية ونتنياهو يواجه اتهمات داخلية وخارجية بالجملة حول فشله في غزة نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم للتلفزيون المصري أهلا بحضراتكم وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بترحي وثيقة بعنوان أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030 بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني والذي انطلق بدعوة من الرئيس السيسي لمشاركة كافة أطياف المجتمع في سياغة أولويات العمل الوطني هذا وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ تكلفات رئاسية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة فضلا عن سياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال سنوات الست المقبلة وذلك بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط ووضع آليات التنفيذ وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن إعداد الوثيقة استغرق ستة أشهر من العمل بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالي أربع مئة من الخبراء المحليين والدوليين لوضع أبرز التودهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الخطط التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني التي أصفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس عشرين فلاثة وعشرين أكد رئيس الوزراء الحرصة على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة الحوار الوطني إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزرات المعنية استكمالا لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة وتكريسا لدور هذا المحفل الوطني في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة كما أشار مدبولي إلى انتهاء المرحلة الأولى من الحوار الوطني بتقديم 133 إجراء موزعا على المحاور الثلاثة للحوار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لمزيد من المتابعة وتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني اهلا بك معنا سيد كشكي بداية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للحوار الوطني ما أولويات تحرك المقبلة؟ كل التحية لحضرتك وكل سادة المشاهدين يعني الطبع الأولى والنسخة الأولى من الحوار الوطني في الحقيقة تركت بصمة مهم لدى أشارة عن مصر ولاحظنا ذلك في الانتخابات الرئاسية وكيف ساعد هذا الزخم الذي صنعه الحوار الوطني في مشاركة واسعة وكبيرة وبالتالي النسخة القادمة أو الطبع الجديدة من الحوار الوطني ستكون أكثر حمولية وأكثر عمق وتتم الاستفادة من مراحظات الطبع الفيلة والبناء على الإيجابيات التي تحققها يعني نتائج هذا الحوار يحدث كما تبعنا اليوم على أن مجلس الوزراء أصدر بيان يتعلق بمتابعة التوصيات وخلينا أقول لحضرتك أن هذا البيان هو التوقف والإقراءة يعني الحرص على ترجمة وتوسيط المنصة الحوار الوطني وتحويل الحكومة لهذه التوصيات إلى أجراءات وبرامج عمل أمر يتناسب تماما ويؤكد جديد الحوار الوطني وفتسات المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح التيتي في 26 إبريل عام 2022 هذه الفكرة أستاذ جمال فكرة تحويل وترجمة التوصيات إلى برامج وإجراءات عمل على أرض الواقع من قبل الوزرات المعنية هل لمستموها في الفترة الفائتة أم أن الوزرات بدأت بالفعل في العمل والدراسة والنظر في هذه التوصيات والأخذ بها وتفعيلها على أرض الواقع؟ بالطبع التفعيل على أرض الواقع يحتاج إلى بعض الواقع يحتاج إلى قراءة متألمية يحتاج إلى مزيد من البلدية وقراءة تفاصيل هذه التوصيات للتحرك فيها من قبل كل الوزرات لأنها تتعلق بقضايا عديدة وقضايا في محاول ثلاثة لكن ما قرأته في هذا البيان الصادر اليوم في الحقيقة دفعني للتوقف أمام عدة نقاط مهمة خلينا أذكرها لحضرتك وملحظاتك تتعلق أولا أن هناك حرص شديد وجدية من قبل الحكومة لتنفيذ ثوثيات الحوار الوطني النتيجة عن مشاركات وهوارات كافة القوى السياسية حول أولويات العمل الوطني ثانيا هناك إدراق وواضح من خلال هذا البيان أن هناك إدراق وتقدير لحجم المجهود المفزول خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني واستضح هذا في البيان من خلال جولة حقيقية واسعة تضمنها البيان حول كل مراحل الحوار والاستناد إلى الأرقام والمعلومات والتفاصيل الجلسات ثالثا البيان بيعطي إشارة واضحة أن الحكومة تتعمل في تنفيذ التوصيات بالتوازي ووفق جدوى الزمن ومؤشرات متابعة وتقييم رابعا هناك حرص شديد بدأ واضحا في البيان وهذا ما لاحظته وهو أن الحكومة تتحرك على صعيد المحاور الثلاثة للحوار المحور السياسي المحور الاقتصاد المحور المجتمعي هذا اتضح في ذكر نماذج للحطايا في المحاور الثلاثة عبر هذا البيان خامسا البيان يؤكد على تعميق وتوسيع المساحات المشتركة بين كل أطياف المجتمع من أجل المضيق قدما نحو أولويات العمل الوطني وانتكمال بناء الجمهور الجديدة وبالتالي نحن أمام تحرك حقيقي وجاد وأن تمار الحوار الوطني في طريقها طيب سيد جمال سريعا من فضلك هناك توجيه بتوسيع دائرة النقاش حول هذه الوثيقة حول الحوار الوطني ما المقصود بتوسيع دائرة النقاش لتشمل من برأيك هو بالطبع كل منذ اللحظة الأولى دي اجتماع مجلس الأمناء كان الجميع كل أطياف المجتمع والقوة الوطنية مضعوة للحوار مع عدد جماعة الإخوان الإرهابية وهذا متفق عليه منذ اللحظة الأولى ولكن هنا الجلسات هنا تكون مشاركة للمواطن بشكل أوسع للخبراء المتخصصين بشكل أوسع لأتزيز الجماعات للنقابات المهنية لكل المؤسسات المجتمع المدني وبالتالي هنا الهدف من التوسع واتساع دائرة النقاش هو الوصول إلى أفضل نتائج طوبي إلى المزيد من السمارة التي تصبح من أصلحة المواقع نعم الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني شكرا جزيلا لمدخلتك معنا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأى السوازير الخارجية سامح شكري وفضى مصر في أعمال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز وذلك في العاصمة الأغندية كامبالا أوضحت وزارة الخارجية أن القمة ستعقد اليوم على مدار يومين في كامبالا على دوء رئاسة أغندا للحركة خلال الفترة من 2024 إلى 2027 لافتة إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 120 دولة في فعلياتها أضافت الخارجية أن بدول أعمال الوزير شكري سيتضمن إلقاء كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي بالإضافة إلى عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء لتناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة تأتي قمة حركة عدم الانحياز إلى التاسعة عشر في العاصمة الأغندية كامبالا في ظل حدوث نزاعات دولية على رأسها الحرب الضارية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل كما يشهد العالم تصاعدا شديدا في التوتر وحالة استقطاب حادة جراء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يشهد العالم تصاعدا شديدا في التوتر وحالة استقطاب حادة جراء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي لقوات الاحتلال على غزة والوضع المتوتر في البحر الأحمر إنها أجواء تذكر إلى حد بعيد بما كان عليه الحال في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ذروة الحرب الباردة والاستقطاب بين المعسكرين السوفيتي والأمريكي وحلفي وارسو والناتو وكانت تلك الأجواء هي التي قادت حينها الدول التي لم تسعى رسميا إلى التحالف مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي وفضلت أن تكون مستقلة أو محايدة إلى تشكيل تجمع غير منحاز إلى أي من المعسكرين تحت اسم حركة عدم الانحياز وتأتي قمة حركة عدم الانحياز التسعة عشر في العاصمة الأغندية كامبالا في ظل حدوث نزاعات دولية على رأسها الحرب الضارية التي تشنها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والحرب الروسية الأوكرانية وتأمل منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية أن تكون القمة التسعة عشر لحركة عدم الانحياز محاولة لإيجاد الحلول للتحديات والتهديدات المتزايدة للأمن والاستقرار الدوليين وتسعى القمة التسعة عشر لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم من خلال إيمانها بضرورة الالتزام بالطرق السلمية لحل المنازعات الدولية ترجمة نانسي قنقر عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا ثنائيا مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني للتباحث حول مستددات الأوضاع الإقليمية يأتي ذلك استمرارا للقاءات الشكري المنعقدة على هامش قمة عدم الانحياز في كامبالا وأكد شكري اعتزاز مصر بعمق وتشعب مسار العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين الشققين معربا عن الحرص على مواصلة العمل والتنصيق الثنائي بما في ذلك تحت مضلة العمل العربي المشترق ومن جانبه أكد وزير الخارجية البحريني تقدير بلاده الرأسخ لأطل العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والبحرين والأهمية التي تليها بلاده لتنمية وتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين كما تركزت الملاقشات بين الوزيرين بشكل مستفيد على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة ومسارات التحرق السياسية والديبلوماسية الهادفة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار حيث أكد الوزيراني على مواصلة تكفيف التحرقات على الصعيدين الإقليمي والدولي تجاه حتمية تحقيق وقف إطلاق النار عقد وزير الخارجية سامح شكر اجتماعا ثنائيا مع وزير خارجية بلاروسيا سيرجي ألينك وذلك على هامش اجتماعات قمة دول عدم الانحياز التي تستضيفها العاصمة الأغندية كامبالا وخلال اللقاء أشاد الوزير شكري بواتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين على أعلى المستويات وتناول اللقاء سبل تعميق أوجه التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك كما توافق حول دراسة تدشين خطوط الطيران المباشر بين البلدين كما استعرض شكري تطورات الأوضاع في قطاع غزة فضلا عن الدور الحيوي الذي تقوم به مصر في إطار مساعيها الحتيتة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى القطع فضلا عن الجهود الدؤوبة التي تطلع بها القاهرة لوقف إطلاق النار التقى وزير الخارجية سمح شكري مع نظيره الهندية سوبرامانيام جايشانكار على هامش أعمال قمة حرقة عدم الانحياز واستهل الوزير شكري اللقاء بالتأكيد على أهمية استغلال الزخم المترتب عن تكثيف زيارات رفعة المستوى بين البلدين خلال العام المنصرم واتفق الوزيراني على أهمية إنشاء فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات الهندية القائمة في مصر وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترق بما في ذلك تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دفع جهود التهدئة وخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيث أعرب الوزير الهندية عن تقطير دولته للجهود التي تفذلها مصر لوضع حد لهذه الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني لافتا إلى شواغل الهندية إزاء التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر اشتركوا في القناة رحبت الخارجية الفلسطينية بقيامة شيلي والمكسيكا بإحالة جرائم إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية وأعربت الخارجية عن موقفها المنتصق مع شيلي والمكسيكا في تذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته في تشفى الحقيقة وضمان إجراء تحقيق فعال وإنجازه في أسرع وقت ممكن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بولايتها تدهى ضحايا الشعب الفلسطيني أكد الناظق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو الدينا أن عدم قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 يعني غياب الأمن والاستقرار عن المنطقة هذا وأضاف أبو الدينا أن المنطقة برمتها على فوهة بركان جراء السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يستعر الخلاف حول نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إزاء القطاع في مرحلة ما بعد العدوان بالنظر إلى الفشل الذريع في تحقيق الأهداف المعلنة من الحرب من وجهة نظر المجتمع الدولي وباعتراف الداخل الإسرائيلي ذاته الخلاف الذي ابتدعته إسرائيل لا يتعلق فقط بمستقبل قطاع غزة بل بمصير الدولة الفلسطينية المنتظرة كسبيل وحيد لحل الأزمة المركزية في منطقة الشرق الأوسط وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب نتنياهو الذي يخشى غيابه عن أي دور سياسي مستقبلا أضاف أن إسرائيل بحاجة إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن بما يقوض بشكل تام من فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة كما شدد على أهمية قدرة إسرائيل على رفض الموقف الأمريكي المؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية أما الموقف الأمريكي فقد أعلنت عنه واشنطن في عدة مناسبات آخرها تأكيد المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي أن بلاده وإدارة بايدن لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين مع عدم إعادة احتلال قطاع غزة أوروبا بدورها والتي كانت رعيا رئيسيا لاتفاق أسلو عام 1993 بشأن ترتيبات الحكم الذاتي للفلسطينيين تؤيد تاريخيا إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعلى الرغم من تأييدها في البداية للعدوان الإسرائيلي إلا أن الضغط الشعبي والأخلاقي الناجم عن المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أسهم في تغيير الموقف بشكل كامل إلى حد تصويت البرلمان الأوروبي على قرار لوقف إطلاق النار في غزة والإصراع في إصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بل والتأكيد على دعم عمل محكمة العدل الدولية وأهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المصاري السياسي بحث وزير الدفاع الأمريكية لايد أوستن مع نظيره الإسرائيلية يواف جالنت الأوضاع في الدفة الغربية وفي عدد من المسائل الأمنية الإقليمية ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجانبين بحث خلال اتصال هاتفي تحول إسرائيل إلى عمليات منخفضة الكثافة في قطاع غزة تم شدد أوستن على ضرورة تسريع وثيرة تقديم المساعدات الإنسانية في دميع أنحاء غزة وحماية المدنيين قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز إن بلاده متواطئة في الكبوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وأشار ساندرز إلى أنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين والتعامل مع الكارثة الإنسانية نشرت صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية أن مقربين من الرئيس الأمريكي جو بايدن نصحوه بالإعلان عن عدم ثقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي نتنياهو يأتي ذلك بسبب تعمد نتنياهو إطالة أمد الحرب في غزة لأسباب شخصية ولكن الرئيس بايدن ما زال مترددا إذا مثل هذه القطوة وبحسب الصحيفة فإدارة بايدن تشعر بالإحباط من إطالة أمد الحرب ومن حقيقة أن نتنياهو يرفض منقشة الواقع في غزة في اليوم التالي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 19 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من جهة أخرى اعترف جيش الاحتلال بأنه قام بنبش القبور في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد انتشار مقاطع فيديو لقبور مدمرة أثارت موجة غضب كبيرة وأضف جيش الاحتلال لشبكة سيئن الأمريكية أن استخراج الجثث من المقبرة هو جزء من عملية البحث عن جثث المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا هو أول اعتراف للجيش الإسرائيلي باستخراج الجثث من مقابر فلسطينية في قطاع غزة أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي قيام الاحتلال بتسريح بعض قوات الاحتياط بسبب توطر ساحة القتال ومتطلبات الحياة مشيرا إلى أنهم سيتم استدعاؤهم مجددا من ناحية أخرى أفادت القناة الثلاثة عشر الإسرائيلية أن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وبخوا المسؤولين الإسرائيليين بسبب استمرار ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية أبلغت الإسرائيليين بأن إحصاءاتهم تشير إلى أن نحو 150 مدنيا ما زالوا يقاتلون يوميا في غزة ويقتلون رغم الانتقال المفترض لمرحلة قتال أقل كثافة أعلن الإدعاء السوسري أنه تم تقديم شكوى دينائية ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي يأتي هذا في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك أن إسرائيل بحاجة لانتخابات مبكرة قبل فوات الأوان وأشار باراك في تصريح نشرته صحيفة ها أريتس الإسرائيلية إلى أن حماس لم تهزم وأن احتمال استعادة الرهائن يتراجع رغم المكاسب التي حققها الجيش لافتا إلى أن إسرائيل بحاجة لقيادة جديدة وقال باراك أن غياب هدف وقعي سيغرق إسرائيل في مستنقع غزة اعتبر عضو مجلس الحرب الإسرائيلية غادي أيزينكوت أن سلوك الحكومة قبل السابع من أكتوبر وبعده فشل فشلا كبيرا أوضح أيزينكوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يتحمل مسئولية واضحة ولا لبس فيها عن هجوم أكتوبر مضيفا أن الاتفاق مع حماس هو وحده الذي قد يضمن إطلاق صراح الرهائن يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة ها أريتس الإسرائيلية عن مصدر بالطاقة بالوزري الأمني المصغر أنه لا مستقبل للحرب وأن نتنياهو يماطل لكسب الوقت والهروب من المسئولية هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يأير لفيد رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو حيث قال أن نتنياهو لا يهتم بإسرائيل بل بمصالحه السياسية ويجب استبداله بسرعة مضيفا أن نتنياهو فشل في إدارة حرب غزة وتسبب في سقوط ضحايا إسرائيليين وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة كارثية يجب حلها فورا أفدت صحيفة جراز لامبوس العبرية بأن مئات الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة أصيبوا بعدوى خطيرة في أقدامهم أوضحت الصحيفة أن عشرات من أطباء الأمراض الليلدية عالبوا مئات الجنود الذين عانوا من التهبات حادة في القدمين في الأشهر الأخيرة مشيرة إلى وجود مناخ محلي من الحرارة والرطوبة العالمية ما يؤدي إلى تكاثر كميات كبيرة جدا من البكتيريا والفطريات التي تتسبب بالعدوى أكدت مقاررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بقصفها العنيف على قطاع غزة والذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض واستشهاد ألاف الفلسطينيين وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الإسبانية مدريد دعت ألبانيز قوات الاحتلال لاحترام القانون الإنساني الدولي لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال والمدنيين وأسرى الحرب والمرضى والجرحة وضمان أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين دعا ممثل حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى وضع حد لسوء معاملة إسرائيل للمعتقالين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي حديثه للصحفيين عبر رابط فيديو عن غزة قال المسؤول الأممي إنه التقى بفلسطينيين أفرد أفرد عنهم بعد أن احترزوا لأسابيع وتعرضوا للضرب وتعصيب الأعين وأضاف المسؤول الأممي أن هؤلاء هم الرجال الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مبهولة لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 55 يوما وأن هناك تقارير عن إطلاق صراحهم ولكن فقط بالملابس الداخلية دون أي ملابس مناسبة في هذا الطقس البارد شارق الألاف من الأردنيين في عدة محافظات اليوم في تظاهرات ووقفات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 105 يوم ففي العاصمة الأردنية عمان انطلقت تظاهرة حاشدة بمشاركة مختلف أطياف المجتمع الأردني وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني رفع المشاركون العلم الفلسطيني مناددين بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميا بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وأكد المشاركون رفضهم لمحاولات إسرائيل بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وبفصل القطاع عن الضفة الغربية المحتلة بسيطة الضفة كمان بلخدس إن شاء الله وحتى في الأردن إن شاء الله اشتركوا في القناة أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 24.762 شهيدا كما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد المصابين إلى 62.108 من المصابين منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من عام 2023 وحتى الآن مشيرة إلى ارتكاب ديش الاحتلال 12 مرزرة ضد العائلات في القطاع خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية راح ضحيتها 142 شهيدا و278 مصابا كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف نفذته طائرات ومدفعية لقوات الاحتلال على مدينة خان يونس ونقلت وفا عن مصادر محلية أن أربعة فلسطينيين على الأقل استشهدوا في قصف لقوات الاحتلال على البنطقة الغربية في مدينة خان يونس وواصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى الأمل بالمدينة كما استهدفت قوات الاحتلال وسط المدينة بعدة غارات وبقصف مدفعية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا وطفلا من بلدة بيت آمر شمال الخليل فضلا عن مواطن من بلدة دورة جنوبا واقتحمت مدينة الخليل بالدفة الغربية المحتلة وبلدة الظاهرية جنوبا وأضافت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت عمليات الاقفحام بمشاركة عدة آليات تدولت في شوارع وأحياء البلدات والمناطق التي تم اقفحامها دخل انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت في قطع غزة يومه الثامن وهو الأطول منذ بدء العدوان الإسرائيلية على القطع من جهته أوضح وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيهاب صبيح أوضح أن الاتصالات منقطعة بشكل كامل وسط وجنوب قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وما خلفه من ضمار هائل فيما تعمل الخدمات بشكل جزئي في مناطق الشمال أكد المتحدث باسم قوات الحوثي أن الضربات التي تشنها الولايات المتحدة ضد مواقع وأهداف تابعة لها في اليمن غير مبررة مشددا على أن قوات الحوثي ستواصل الرد عليها هذا وأوضح المتحدث باسم قوات الحوثي أنها كانت تستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل ضمن ما وصفه بأنه حق طبيعي لليمن أمام مياهها الإقليبية الدولية كما أنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين لوقف العدواني على قطاع غزة مشيرا إلى أن تدخل الولايات المتحدة على الخط أضاف المزيد من التصعيد في المنطقة قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضضين للسفن على ناقلة مملوكة للولايات المتحدة وذلك قرب المياه بالقرب من السفينة دون وقوع إصابات أو أضرار ووقعت تلك الحادثة التي تعتبر الأحداث وسط التوترات في البحر الأحمر حوالي السادسة مساء بتوقيت جرينيتش وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط سينت كوم إن قوات الحوثي استهدفت سفينة أم في كيم رينجر وهي سفينة ناقلة ترفع على مدزيرة مرشال وتملكها الولايات المتحدة وتشغلها اليوناني تأتي تلك الهجمات ردا على الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع عسكرية تابعة لقوات الحوثي التي تهاجم سفنا في منطقة البحر الأحمر أكدت الخارجية الصينية أن التوتر في البحر الأحمر يعد امتدادا للحرب في غزة وطلبت الخارجية الصينية بضرورة أن تكون الأولوية القصوى لوقف هذه الحرب يأتي ذلك فيما قالت وزارة التجارة الصينية إنها تتابع عن كثب التطورات في البحر الأحمر مع تصاعد الوضع هناك وقالت إن البلاد ستقدم الدعم والمساعدة لمؤسسات التجارة الخارجية لذلك يجب أن تكون الأولوية القصوى لوقف الحرب أكد قائد البحرية الهندية هاري كومار أن البحرية الهندية لن تسمح بأي عملية قرصنا في منطقة البحر الأحمر وقال قائد البحرية الهندية إن قواته تعمل على مواصلة التنصيق مع نظراتها من بحريات الدول الشريكة لضمان سلامة المرور في البحر الأحمر لافتا إلى اتخاذ عدد كاف من الإجراءات اللازمة للحلولة دون حدوث أي عملية قرصنا في هذه المنطقة أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا في جنوب أسيا وأسيا المشطة وذلك ردا على سؤال تلقاه من الضربات المتبادلة بين إيران وباكستان في الأيام الأخيرة وقال كيربي إن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب التوتر بين البلدين والذي تفاقم بشكل خطير هذا الأسبوع أضف أن إيران وباكستان هم بلدان مدجدان بالسلاح مشددا على أن بلاده لا تريد أن تشهد تصعيدا دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال أنوار الحق كار كبار القادة المدنيين والعسكريين للمشاركة في اجتماع اليوم وذلك لإجراء مراجعة للأمن القومي في ظل التوتر مع إيران يأتي ذلك بعدما شنت باكستان دربات على انفصاليين داخل إيران وذلك بعد يومين من إعلان طهران أنها قصفت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية أكد الكريملين أنه لا يوجد احتمال لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وأن الطرق البديلة لشحن الحبوب الأوكرانية تنطوي على مخاطر كبيرة كان الاتفاق الأصلي الذي سهل تصدير الحبوب بشكل آمن من أوكرانيا عبر البحر الأسود قد انتهى العام الماضي بعد أن رفضت موسكو تجديده قائلة إنه جرى تجاهل مصالحها الخاصة أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن تسجيل 127 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذكرت الهيئة أن القوات الروسية شنت 81 غارة جوية ونفذت 45 ضربة بقذائف صاروخية على مواقع الجنود الأوكرانيين ومنشآت مدنية مما أدى إلى وكوع خسائر بين صفوف المدنيين أوضحت الهيئة أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسوند إصابة ثلاثة أشخاص جراء قصف القوات الروسية للمنطقة للمرة السابعة والستين هذا وقال أليكساندر برودوكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان له قال إن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة للإطلاق وطائرات مصيرة مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسوند نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه شدد المركز على أن الوضع الوبائي للفيروس في مصر آمن ومستقر ولم يتم رصد أي متحورات جديدة بخلاف ما أعلنته الوزارة على قنوات اتصالها الرسمية وهو متحور جي أن وان حيث تعتبر معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور منخفضة وبسيطة الأعراض ولا يوجد أي أعراض إكلينيكية مختلفة عن الأعراض السابقة لفيروس كورونا أشار المركز إلى امتلاقي مصر برنامج ترصد للأوبئة ومعادلات الامراض الوبائية ومعدلات انتشارها في حال رصد أي سلالة دديدة لفيروس كورونا سيتم التشف عن الإصابات وخطط العلاب والتعامل معها حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حصد ثلاث جوائز ضمن مصابقة ستيف أورد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 جاء ذلك بعد منافسة قوية مع حوالي ألف فريق من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصل خلالها المركز على أعلى التقييمات من لجنة تحكيم مكونة من حوالي 150 محكما متخصصا من مختلف أنحاء العالم حيث يعد التكريم تتويجا للجهود البحثية والمعرفية للمركز خاصة خلال الفترة الماضية اعتمد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة الموازنات التخططية للعام المالي 2024-2025 لشركات بيتروغاس والتعاون ومصر والعمل البترول يأتي ذلك خلال ختم اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بيترول القطاع العام عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث أكد الملة على الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم كأمن قومي في استقرار سوق البوتجاز وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين من استوانات البوتجاز مشيدا بحجم أعمال التطوير الذي تم في مناطق عمل الشركة من مصانع تعبئة ومنافذ توزيع وتحديث أسطول النقل في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى العمران ولتحقيق جودة الحياة للمواطنين أعلنت وزارة الإسكان عن انضمام المرصد الحضري الوطني المصري لشبكة المرصد الحضري العالمية التي ينصقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أوضحت الوزارة أن مهمة المرصد تتمثل في إمداد متخذي القرار وصانعي السياسات بالأوضاع الحضرية للمساهمة في إعداد وتطوير السياسات الحضرية الوطنية من خلال إعداد وتحليل المؤشرات الحضرية ومتبعتها وتحديثها واستنباط مؤشرات جديدة تتناسب مع خصوصية المجتمع المصري والمنطقة العربية فضلا عن قياس كفاءتها في إعادة سياغة سياسات التنمية أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثامنة والعشرين من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية القباجي الغربية بمحافظة الأكسر وذلك بمشاركة 71 كيانا من التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 71 ألف مستفيد تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين حيث تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات وتركيب أجهزة تعوضية وحملات توعوية بكرت الخدمة المتكاملة لذوي الهمم بالإضافة لكشف المبكر عن سرطان الثدي وتتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية والحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة التحالف خيرك سابق وصلنا مشاهدين إلى نهاية النشر وإليكم الآن تذكرة بأبرز العنوين مدبول يواجه بطرح وثيقة توفهات الاقتصاد بالفترة الرئاسية الجديدة على طاولة المرحلة الثانية للحوار الوطني ويتابع تنفيذ توصيات المرحلة الأولى نيابة عن الرئيس السيسي شوكري يترأس اليوم وفد مصر في أعمال قمة حركة عدم للحياز الخارجية الفلسطينية ترحب بقيامة شيلي والمكسيكا بإحالة جرائم إسرائيل للجنائية الدولية ونتنياهو يواجه اتهامات داخلية وخارجية بالجملة حول فشله في قطع غزة نقدر متابعاتكم لنا شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم